طيب خلونا دلوقتي نروح مرة تانية ليهالة الحملاوية علشان موجز أهم الأنباء التاسعة صباحاً نتفضل يا هلا شكراً عبد السمد التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه رئيس عد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجرها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية بهدف الاستمرار في أدائها المتميز المشهود له عالمياً بالكفاءة والقدرة وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري أظهر ارتفاع عداد السفن التي مرت بالقناة بنسبة حوالي 20% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35% وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الجهود الجارية لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد الحديثة في مصر شهدت عدة محافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة حيث سقطت الأمطار على محافظات القاهرة والبحيرة وضميات والدلتة والإسكندرية وغيرها هذا وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة معلنة عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن المناقشات الموضوعية التي بدأت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا تم تحويلها من جانب الدول الغربية إلى ديماجوجية سياسية غير مسؤولة أصرحت زخاروفا بأن تشويكا الغربية للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد لجأت مرة أخرى إلى الإهانات المعادية لروسيا والاتهامات التي لا أساس لها بشأن الأزمة في أوكرانيا والتي خلقوها بأنفسهم بدعم من حلفاء آخرين حول أوكرانيا قال وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أن اعتقال روسيا مراسل صحيفة وول ستريت جورنل ومنع التواصل القنصلي معه يبعث برسالة لتوخي الحذر من أن تطأ أقدام أي فرد روسيا وأضف بلينكين أن مسؤولي القنصرية الأمريكية لم يتمكنوا من مقابلة الصحفي منذ اعتقاله في التاسع والعشرين من مارس الماضي في انتهاك من جانبي روسيا لانتزاميتها بمجاب اتفاقية قنصرية وقعتها موسكو مع واشنطن أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس استعداد البنك للقيم بدوره في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الضمار الناجم عن العملية العسكرية الروسية مضيفا أن المؤسسات المالية الدولية لا يمكنها أن تتحمل وحدها المبلغ اللازم وعلى الدول الأوروبية الغربية المساهمة فيه وأشار مالباس إلى أن البنك الدولي لعب دورا كبيرا في إعادة بناء صناعة السلب الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية ويمكنه لعب دور مشابه في أوكرانيا أعلن مجلس الوزراء الإيطالي حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد زيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط يأتي ذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم وقالت وزارة البحر والحماية المدنية في إيطاليا إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره 5 ملايين يورو وستستمر 6 أشهر ورياضيا وضع فريق منشست سيتي قدما في الدور النصف النهائي لبطول الدور أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم التاسع عشر من إبريل الجاري على ملعب أليونز أرينا في مدينة يونيخ الألمانية وفي مباراة أخرى وضع أيضا إنتر ميلان قدما في نصف نهائي البطولة بعد فوزه الثمين على مضيفه بنفكا البرتغالي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب النور في ذهاب الدور ربع النهائي هذا وسيقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ملعب جوزيبي مياتسا